البنك الشعبي الموريتاني يضع بين أيديكم بطاقة ماستر كارد سفر مع تخفيض بنسبة 25% من الرابع والعشرين من يونيو وحتى الرابع والعشرين من سبتمبر بطاقة ماستر كارد خاصة بزمائلنا المتجهين إلى المغرب وإسبانيا وباقي أنحاء العالم خلال عطلهم الصيفية تتيح لكم المزايا التالية قابلية الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت قابلية الدفع في أي مكان عن طريق الصراف الآلي قابلية السحب من أي مكان في العالم اقتناء بطاقة خفيفة وسهلة الاستخدام بدل الاضطرار لحمل السيولة النقدية وتكبد تكلفة تحويل العملات البنك الشعبي الموريتاني بكل اطمئنة في اليوم وباختراحه من الوزير الأول تم تعيين الدكتور حيمودة ولرمضان وزيرا للعادل اسماعيل والشيخ أحمد وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج حنانا والسيدي وزيرا للدفاع الوطني الدكتور محمد سالم والمرزوق وزيرا للداخلية والمركزية الشيخ الكبير والمولاي الطاهر وزيرا للاقتصادي والصناعة محمد رمين والذهبي وزيرا للمالية داه والسيدي والعمر طالب وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أداما صونكو وزيرا للتعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني محمد مالعينين ولي وزيرا للتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني محمد أول عبد الفتاح وزيرا للبترول والمعادن والطاقة الدكتور كاميرا سالوم محمد وزيرا للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتور نذيرو الحامد وزيرا للصحة الناني والشرق وزيرا للصيد والاقتصادي البحري محمود سيدحمد وزيرا للتجارة والسياحة خديجة منتبوك وزيرا للإسكان والعمراني والاستصلاح الترابي الديو للزين وزيرا للتنمية الريفيا محمد أولم حيميد وزيرا للتجهيز والنقلة الناها منتماك ناس وزيرا للمياه والصرف الصحي الدكتور سيد والسالم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصالي والإعلام الدكتور سيد محمد والغابر وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور الطالب والسيد أحمد وزيرا للتشغيل والشباب والرياضة الدكتور نانا كان الدكتورة نانا كان وزيرا للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ماريان بكاي وزيرا للبيئة والتنمية المستدامة نيانج جبريل وزيرا أمنا عاما للحكومة أحبيب بلحام وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والصناعة مكلفا بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمجب مرسوم الصادر اليوم تم تعيين السيدة كومبابا وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية كما أعلنت أيضا لرئاسة الجمهورية أنه بمجب مرسوم الصادر اليوم تم تعيين السيد محمد محمود و البوعسرية مفوضا للأمن الغذائي أعلنت رئاسة الجمهورية كذلك أنه بمجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيد حسن و البخريص مفوضا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني نعيد هذه المراصيم حيث أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين الدكتور حيمودة ولرمضان وزيرا للعدل إسماعيل ولشيخ أحمد وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج حنانا ولسيدي وزيرا للدفاع الوطني الدكتور محمد سالم والمرزوق وزيرا للداخلية واللا مركزية الشيخ الكبير والمولاي الطاهر وزيرا للاقتصاد والصناعة محمد الامين والذهبي وزيرا للمالية الداه والسيدي والعمر طالب وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم العصلي أدما صونكو وزيرا للتعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني محمد مالعين وليه وزيرا للتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني محمد ولعبد الفتاح وزيرا للبترولي والمعادني والطاقة الدكتور كامارا سالوم محمد وزيرا للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتور نذير ولحامد وزيرا للصحة الناني ولشروق وزيرا للصيد والاقتصادي البحري محمود سيد أحمد وزيرا للتجارة والسياحة خديجة منتبوكة وزيرا للإسكان والعمراني والاستصلاح الترابي الديولزين وزيرا للتنمية الريفية محمد والمحيميد وزيرا للتجهيز والنقلة ناهمة مكناس وزيرا للمياه والصرف الصحي الدكتور سيدي ولسالم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام الدكتور سيدي محمد والغابر وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان نطق رسمي باسم الحكومة الدكتور الطالب والسيد أحمد وزيرا للتشغيل والشباب والرياضة الدكتورة نانا كان وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ماريان بكاي وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة نيانج جبريل وزيرا أمينا عاما للحكومة حبيب والحام وزيرا متدبا لدى وزير الاقتصاد والصناعة مكلفا بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية كما علنت رئاسة الجمهورية أنه بمجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيدة كومبابا وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية كما علنت رئاسة الجمهورية أيضا أنه بمجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيد محمد محمود والبوعصرية مفوضا للأمن الغذائي كما علنت رئاسة الجمهورية أنه بمجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيد حسنة والبوخ ريس مفوضا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين الدكتور حمودة ولرمضان وزيرا للعدل اسماعيل